اشتركوا في القناة وتسربت اخبار الانفصال من قبل مصادر مقربة من الثنائي دون اعلان رسمي عن الانفصال حتى اللحظة في حين اشارت مصادر اخرى الى ان الطلاق وقع فعلا في هدوء شديد ودون اية ازمات يذكر ان ابو هشيمة وصبري كان قد تزوج قبل عامين بالتحديد في نيسان ابريل عام 2020